بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل اليوم آخر جزء به الفورم الألا وهو different type of form validation form validation ما معنى الفورم ده validation شو يعني validation validation تانية إنه التشيك على المعلومات اللي تم إدخالها داخل الفورم قبل أو بعد إرساله إلى server site اوكي لانا البيانات تتأكد هل أنه اليوزر دخل بيانات صحيحة هل كل الداتا تم إدخالها بالفورمات المزبوط الميامية أم لا بالتالي نسبة للvalidation في عنا طريقتين يأما يتم عمله ناحي الclient وهي بسموها client site validation is validation that occurs in the browser before the data has been submitted to the server إذن هنا يتم التشيك على كل الداتا اللي تم إدخالها قبل إرسال البيانات إلى السيرفر يعني مجرد ما أكبس كبسة السبميت رح يعمل تشيك على كل الداتا إذا كانت بالفورمات المزبوط رايقوم بإرسالها إلى السيرفر في حال إذا كان هناك أي إررار أو أي فورمات خاطئ ما رح يبعثها للسيرفر رح يطلع لنا مسج أنه please fill blank please fill the required don't fill the empty record إلى آخره أو the empty fields طيب كيف يتم تحقيق client slide validation sorry side validation client side validation هي إما يتم عن طريق جافا سكريبت كود وبالتالي في هاي الحالة أنا بدي أكتب كودات جافا سكريبت أوكي وعن طريق هاي الكودات من شيك على الداتا اللي تم إدخالها داخل الفيلد تبعتي الفورم وهذا موضوع هناخد وإن شاء الله إن أسعافنا الوقت فيما بعد اليوم هناخد إحنا نركز على client side validation على built-in form validation built-in form validation it's using HTML5 form validation features يعني في عدد من الأتريبيوت اللي عم بيوفرهم HTML5 هاي الأتريبيوت أو في features بالنسبة لل HTML5 خصائص لل HTML5 الأتريبيوت بعض الأتريبيوت هاي إبارة تسمحنا إنه نقوم بعمل validation على الفورم طبعا هاي performance إلها أكتر من الجافا سكريبت لأنها عبارة عن just attribute ما في داعي أكتب كود طوي العريض والجافا سكريبت لحتى أعمل هاي الvalidation الشكل الثاني للvalidation إحنا هنعرفه إن شاء الله لما نبلش ناخد PHP هنشوف هنمر على كيف نعمل validation للفورم وهي بسموها server-side validation server-side validation يعني أنت تم is a validation which occurs on the server after the data has been submitted هون اليوزر عبى بياناته كبس كبس تصميت تم إرسال هاي البيانات كلها إلى السيرفر الطرف السيرفر هو من يقوم بعمل validation باستخدام كودات معينة إنه بمرر هاي الـ data إلى كود معين عشان يشيك عليها هل هي بالفورمات الصحيح مثلاً هو باستخدم جمل if statement بشيك على length مثلاً بدي أشوف إنه مثلاً اسم الطالب أو الـ user name لا يقل عن 8 أحرف فبعد ما يتم إرسال بيانات اللي تمثل الـ user name داخل الـ attribute اسمها بياخدوا الـ value وبشيك if value length greater than 8 then forward to the next page or save it to the database else send a message send a message to inform the user the data must be greater than 8 character طبعاً هاي لوقت ما نشرح ال-PHP إن شاء الله رح نمر عليها إذن تركيزنا اليوم حيكون على الـ built-in form validation الـ form data validation attributes خلنشوف شو الـ attributes اللي بتسمحنا إنه نعمل الـ form data validation أول شيء اللي أردي أخدناه سابقاً اللي هي الـ attribute تبعت اللي يعني في عنا الـ input type هذا بشكل input type email input type number هدولي شكله شكل من أشكال validation لما حكينا إنه إذا كان الـ input type email في هاي الحالة إذا أنت ما كتبت الـ add رح يحكي لك إنه its email you should insert valid format يعني لازم ندخل الـ add طيب هلأ في عنا attribute جديدة أو هما بعتبروهم attributes خاصة بالـ validation اللي هي required attribute required attribute ماذا تعني ببساطة means an input mandatory يعني mandatory يعني إجباري يجب إدخال البيانات فإنه إذا أنا ما أنشأت الـ input حكيت له إنه هذا required وبالتالي فإنه إذا أنت تركت فاضي رح يضلع لك هاي المسج إذا شو المسج اللي رح تظهر في حال إذا لم يتم تحديد تم تحديد required attribute واليوزر ترك الفيلد فاضي وكبس submit لأنا حكيت له إنه هذا الـ input اللي نوع email required يعني مش لازم تتركه فارغ في حال إذا كبسنا submit ففي هاي الحالة رح يطلع لهاي المسج please please fill out this field the required attribute works with the following input types ننتبه مع مين هنتشتغل هيا ننتبه مع تشتغل مع text search url tel telephone اللي هي email طبعا هدول احنا ما أخذناهم فيك إنت ترجع لأي مرجع إذا حابب إنت تشوف كيف هم تشتغله text email password date pickers اللي هي date number checkbox radio and file أوكي هاي required attribute بتشتغل مع هدول كل نيجي نطبق عليها نشوف كيف هم تشتغل required نعمل copy لهاي هاي الفورم تبعنا أنا أنا في عندي اللي هي password لن import import type password name ps w required equal required أو بإمكاني أكتبها بهذا الشكل إذن ممكن نكتبها required equal required وزيها كمان إذا بتذكروا في عنه multiple multiple بالcheckbox لا هون مش موضوع أنا بس أفرجيكم إنه ممكن مرضو تشوف multiple equal multiple ممكن أكتبها هيك وفي عننا attribute checked checked equal checked الآن فينا هدول بالنسبة هاي الattribute فينا نكتبهم بهذا الشكل as a bear يعني required equal quotation required multiple equal quotation multiple checked equal checked أو ممكن فقط أروح أكتب كلمة multiple لحالها checked لحالها required لحالها فأنا راح أشيل هاي required وبكتفي فيها أوكي حتى بنشيل ال quotation عنها أنا عملها safe وروح نشوف الفورم تبعنا دي عنا ال-email address وتركت هاي فاضي تمام هاي مجرد ما عم بحط المؤشر داخل التكس شو طلع لي please fill out this field شايفين هالم message please fill out this field دي اك بس send email شو طلع لنا ياها please fill out this field اذا هاي المسج هاي عم تعمل validation مش راضي يبعث البيانات اذا متى تظهر هاي المسج اذا كان في عندي required attribute موجودة هاي هاي required required برضو لو حطينا having quotation كله جز هون دخلنا اليميل آها آها انتبهنا لما حطتها بانكوتيشن متى بحطها بين كوتيشن بنحطها بين كوتيشن فقط اذا كنت انا كاتبها ازابير يعني required equal quotation required اذا بدي اكتبها بدون اذا بدي اياها خلاص direct انت بدك تحددها بدون ما تكتبها ازابير يعني طرف جزئين ما بحطها بين كوتيشن نفس الشي multiple و checked اوكي طيب كبس نسند آه لسا ما سيفت انا هون نهيها بدون كوتيشن عملها save نرجع عرفش الان جيتان كتبت علي ما كملت وكتبت هون هون تعركتها اكفي send اول اشي طلع لي انه must include at لانه email address هادا اول ارون عندي او gmail sorry gmail.com at gmail.com طيب الاندي اج اكتب 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 هاي اخدها send تم ارسعها بس ننتبه اذا بتذكروا اذا في عندي password انا مش لازم استخدم الget attribute الget value اوكي الget value ناتي دون الرجوع إلى الجافا سكريبت أو كتابة أي جافا سكريبت كود أليت عملها أنه تنظر إلى توافق بين البيانات المدخلة مع توافقها مع ما يسمى Regular Expression Regular Expression هو عبارة عن String Formalized String of Characters that Define a Pattern هلأ منيجي نشوفه Regular Expression نبدأ بالأمثلة توضحنا مفهوم الباترن أتريبيوت افترضنا عندي هون input type equal text أتريبيوت اسمها pattern equal bank quotation بحط الباترن تبعنا الباترن الفاليو تبعها هو ما يسموه Regular Expression كيف نكتب Regular Expression؟ هنهد كذا مثال طبعا في حالة في طرق كثير احنا ما هنفوت فيها كلياتها بالتفصيل بس من باب الأشياء اللي هتكون مطلوبة منكم راح أعرضها ضمن examples الآن لو بدي أنا أدخل الناص بحيث أنه الناص يحتوي فقط على أحرف صغيرة على small letter capital letter and numbers ممنوع أي نوع آخر من الرموز يعني ما بصير أدخل add minus underscore فقط مسموح لأرقام وأحرف سواء كانت أحرف كبيرة أو أحرف صغيرة كيف نكتبها هاي؟ تنكتب كالتالي نحط bracket two brackets داخلهم إذا بدي الأحرف صغيرة بحط A to Z A dash Z بدنا أيضا مسموح إدخال أحرف كبيرة A dash Z capital بدنا أرقام zero dash nine A من صفر لتسعة لو بدي فقط أحرف كبيرة بحكي له A capital to Z capital وأنا بنسكر البراكت الآن لو أنا أغلقت البراكت فهذا معناته البراكت الواحد يعني حرف واحد حرف واحد ممكن يكون حرف صغير ممكن يكون حرف كبير ممكن يكون رقم طيب لو أنا بدي أسمح لني يدخل more than one character لازم ألحقه بإشارة البلس هاي تمام؟ إذن داخل البراكت بحط الفورمات أو أنواع شو الكراكتر بمسموح إدخالها بعد البراكت ما أسكرها بنحط إشارة البلس البلس تعني إنه بإمكانه إنه يدخل أكثر من حرف لكن بالشرط أنها تكون هذه الحروف إما أحرف صغيرة أحرف كبيرة أو أرقام ممنوع إدخال الرموز، ممنوع إدخال الـ underscore، ممنوع إدخال إشارة الضرب، قسموضة إلى آخر بالنسبة لهذا الباترن في حال إذا كتبناه فهو match against شو بيحقق؟ هل إحنا حددنا هون كم عدد الأحرف؟ ما حددنا، إذن هي أي عدد من الأحرف لكن بالشروط تبعتي الباترن number two، إذن غير محدد، of any length number two this any string contains only lowercase letters هم نكتبها من A to Z، إذن هيك A-Z uppercase letters are numbers خلينا نشوف أمثلة على بعض الإمبوز اللي ممكن يدخلهم اليوزر عشان يعملوا matching، إنه بيعملوا match مع هذا الباترن لو أجل كتب هذا الـ HTML code tutorial هذا كلها تهيو small letter، هذا مقبول، valid هذا أول حرف capital، مثل سبي، البقية small letter، أيضاً valid هذا يحتوي على أرقام، كلمات capital letter، أرقام برضو valid ممكن كله أرقام، numbers برضو valid، كلهم صحيحات don't match هذا الباترن، من اللي ما بتوافق معه؟ لو أنا جيت أحكي لهم masters.ippi وين المشكلة هون في الـ dot؟ الـ dot مش مسموح إنها تكون إنه يتم إدخالها، ما حكينا له إنه dot مسموحة أيضاً مثال اللي بعده، الكومة الفاصلة هاي، مش مسموحة بالإضافة إلى علامة التعجب المثال اللي بعده كلهم أرقام تمام، بس في عندي هون minus وفي عننا الأقواس، هدول ما حكيت له إنه هدول مسموحين لو كتبناهم كلهم أرقام فالأمور تمام، فهدول لو جبت لك أحكي لك هدول الـ data valid، هل هما match with this pattern؟ أو التالي هدول not match، هدول match، نجي نطبقها هون، نشوف عن شو عم نحكي هاي اللي عندي هون type text pattern equal اللي نحط الـ pattern كلية تحت هون الآن هون بدي أجي أحكي له إنه أنا بدي أدخل zero nine eight to z وبعد هيك نحط إشارة الـ plus عشان نسمح لي أدخل أكتر اللي هي more than one number الآن شو المعنى هذا البترن أنا كتبته هون؟ معناته مسموح لي أدخل أرقام وأحرف small letter فقط أوكي، أنا بنعملها save، نشوف التنفيذ هاي الفورم تبعي هاي الـ attribute تبعتي الـ name هون الـ attribute تبع الـ name نيجي، بدنا ندخل حسب البترن موجود عنا كان فقط أرقام مسموح لنا هاي، أرقام وأحرف small letter لو جيت أنا أكتب له A capital A capital مش من ضمن الليستة الموجودة بعدين كملت المفروض إنه يعطيني error You must use this format اللي هي بمعنى آخر المشكلة عندي هون إني أنا دخلت حرف A capital capital letter وهون مسموح لي فقط ندخل أحرف يا أم small letter يا أم أرقام فلو أنا حذفت الـ A capital أعطيت له send two wait a minute، هنعم الـ refresh هاي الآن الصفحة already كانت مفتوحة من قبل إلى نيجي هاي A capital كتبت له أسماء رح يعطيني error عليها لو شنا حرف الـ A capital هي كنت أنا already عامل format آخر ما كنتش عامل refresh للصفحة قبل شوي هاي كلها small letter يا small letter يا small letter مع أرقام يا أرقام لحالها فهي الأمور تمام أما مجرد ما أدخل حرف capital هاي أو مثلاً نيجي نحكي Dana one, two, three ما رح يقبلها بسبب حرف D انشيل حرف D عمله D small send الأمور تمام اكي لو جربت أدخل رموز أرقام one, two, three بس أرقام برضو جائز أوكي وندخل بس أحرف small letter برضو جائز لو بدي أدخله one plus two في إشارة البلاس ما قبل بسبب وجود رمز الرموز غير مسموحة طيب أحرف capital letter برضو غير مسموحة أوكي طيب نأتي الآن للمثال التالي قبل شوي حكينا لما نحط إشارة البلاس رح يسمح لأدخل عدد لا نهائي من الأحرف الآن لو بدي أجي أنا أحدد له عدد أحرف معين range معين فببساطة بدل ما أحط البلاس نكتبها بهذه الفورمات بدل ما أحط البلاس بفتح نعمل زي فترة من أقل عدد مسموح إلى أكبر عدد مسموح فهذا الباترن يعني أنه مسموح لك تدخل أحرف capital letter أحرف small letter أو أرقام أو الـ هدول مسموحين طيب كم عدد الأحرف عدد الأحرف المسموح إدخالها من 1 إلى 15 فلو أنا دخلت له 20 حرف رح يعطيني error لو زيدت 16 رح يعطيني error فأنت أقل minimum 1 و максимum 50 أخذها عشان تشوفوها أو خلينا نيجي هون على هذا المثال بفتح اللي plus هون حكيت له أقل إشي واحد وأكتر إشي أربعة تالي لو أنا دخلت خمس أحرف رح يعطي عندي error رح عمل refresh للصفحة الآن بسموح لي من 1 إلى 4 أو خلينا نكتبهم كنمبر 1 2 3 4 5 زدت أنا 5 أنا دعمل send ما قبل حدفنا 5 send الأمور تمام سواء طبعا كانت أحرف هي مثلا A بس كلهم نفس الفورمات ABC DEF G send نعم بقبل لازم فقط خمس أحرف مسموحنا ABC D طب دخلت A B فقط جائز معك من 1 إلى 4 لكن لا يزيدوا عن 4 أحرف أحرف طيب الآن هون أنا حصرتهم ضمن range من إلى لو بدي إياه أحدد له بس minimum limit كحد أدنى خمس أحرف وبالتالي فإحنا بنحط الباترن الأحرف المسموح فيها قبل وهون بحدد له فقط minimum والmaximum بخليه مفتوح فهاي تعني only لواء letters and numbers at least على الأقل 5 characters but no limit أقل الإشي خمسة معنى آخر لو أنا دخلت له ثلاث ما رح يقبلها أوكي خلينا هاي بنحطها مثلا 3 هون الآن الباترن تبعنا إنه مسموحي أرقام وأحرف هنحطها مثلا أحرف capital letter مسموح فقط أحرف capital letter أوكي ومسموح أدخل إشارة الضرب الأحرف اللي هي capital letter وإشارة الضرب مسموحين فأنا حطيتهم هون طيب شو اللي الموجود عنا أقل إشي ثلاث يعني دخلت له حرفين ما رح يقبل لازم ثلاث وطالع طيب هاي عملنا save نعمل refresh الآن أحكي له أس سوري A بي سي ستار 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 مسموح أقل إشي ثلاث لأنه والستار مسموحة طيب لو حكيت له A B C بلس 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 هل البلس مسموحة؟ البلس مش مسموحة هيك صرت الأمور تماما طيب لو حكيت له A B يعني الآن المثال على العدد A B A B حرفين وأنا عم بحكي له أقل إشي ثلاث أحرف فرح يعطيني إرارة فما حي يبعث الداتا إلا إذا هاي البوردر الأحمر بيدل إنه هذا اللي حكي خاطئيا هاي send طالما أنت في السليم رح يختفي هلأ مسحت الآن أنا في مرحلة إنه هاي الداتا طيب نزبط الداتا وندخل الداتا بالفرمات المصبوط طيب لو بدي إياه بدي أحكي له إنه بدنا ندخل أي سلسلة حرفية عادي فيها مثلا أرقام حروف للآخرية بشارط أن تبدأ بحرف أوكي يعني يجب أن يبدأ بحرف فإذا أنا بدي أجبر أن يبدأ بحرف نكتبها بهاي الفرمات وحط أول إشي هاي معناها حرف واحد أوكي هاي تعني من A to Z هون إحنا عم نحكي حاليا إحنا هون عنا A to Z small A to Z capital وسكرنا البراكت عليها هاي تعني one character هل أنا ألحقتها بإشارة البلاس؟ لا، معناها هاي تعني one character يعني أول حرف في السلسلة الحرفية أو في النص اللي لازم تدخله لازم يكون عبارة عن حرف سواء كان capital أو small لو وقفت هون ما كملت الباقي رح يعتبر إنه هذا مسموح إنه ندخل فقط حرف واحد فقط طيب أول حرف بيكون هو أول character بيكون عبارة عن حرف والبقية ممكن يكونوا عبارة عن أحرف small letter capital letter أرقام الإشارة الهايفن هاي بسموها اللي هي الـ dash والـ underscore والـ dot هدول مسموحنا بحيث إنه عددهم من واحد إلى عشرين فهدول من هون وهيك يكون عددهم من واحد إلى عشرين بالإضافة للـ character اللي في البداية فمسموحنا ندخل لغاية واحد وعشرين حرف بما فيهم الحرف الأول إذن هاي مع هاي بس ما بحطش بينتهم أي شيء هاي بتعني الحروف التالية الحروف التالية أن تكون من واحد إلى عشرين حرف يعني أن تكون عددها عشرين حرف بشارط أن تكون أحرف صغيرة أحرف كبيرة أرقام الـ underscore dot وإشارة الماينوس هاي تعني الحرف الأول فقط هني إيجي نجربها سرح أقلل الفترة هون بدل ما هي عشرين رح نعملها خمسة عشان تبين الأمور معنا أفضح إذن نعمل save هاي تعني إنه يبدأ بحرف بـ letter أوكي ممنوع أبدأ بأرقام وباقي ما تبقى أن يكون ضمن هدول الشروط وأن يكون لا يتجاوز خمس أحرف معناته هدول خمسة هدول هاي المجموعة خمسة ومع الحرف اللي هون صاروا ماكسيمام مسموح لأدخل ستة أحرف نيجي نجربها هون هاي refresh نبدأ بـ إنه بدي أبدأها بدل حرف دي أبدأها برقم هاي ثلاث بدأتها برقم مفروض يعطيني error عليها أعطاني إيش إرار لو شنا number 3 رح تمشي الأمور إنه هون أقل إشي واحد وأكتر إشي خمس أحرف ست أحرف إذن إنه يجب أن يبدأ بحرف فأنا بحط هون A to Z small A to Z capital طيب لو بديها فقط أحرف small أن يبدأ بحرف capital خب نشطب هاي هلأ خلنجرب الـ small أجد أحكي له أسمع سوري كلها small letter الآن كونه حرف A small بقبل الأمور أنا عم بحكي له A small مسموحة طيب لو جيت على هذا الكود عدلت شلتهاي قلت له A small ما بدي إيها بالتالي هون أنا منزم إنه أبدأ فقط بأحرف capital letter ممنوع نكتب أحرف small letter أوكي هاي طلع لي error فباجي أحكي له لا الحرف الأول اللي capital letter خلنشوف بالنسبة لشرط الأعداد واحد، تنين، ثلاث، أربع، خمسة خمسة الآن خمسة والحرف الأول اللي هو حرف يعتبر الحرف السادس لحد الآن أمورنا تمام هاي send، تمام بدأنا بـ capital letter one two three four five six الآن ست أحرف بالإضافة للـ A صاروا سبع أحرف الآن سبع أحرف تجاوزنا العدد صح؟ فبالتالي فقط مسموح لأنا أدخل ما مجموعه ستة أحرف فقط وتبدأ بحرف الـ A نأتي للمثال الذي ليه الآن هون إذا بدك ياها تبدأ تحتوي فقط على أرقام طيب لو بديها تبدأ، خلينا من نفس الموضوع نرجع، بديها تبدأ فقط برقم فقط أرقام، أن تبدأ برقم ومحكينه zero two nine هاي save، نجرب يجب أن تبدأ برقم، جيد دخلت أنا سوري، نتجاوز الشرط هون إحنا بدأناها بحرف، ما قبل طيب، capital letter برضو، ما عم بقبل، لازم أن تبدأ برقم إذا شناها بثمانية، هاي مشيت الأمر الآن، إذا بديها كلها أرقام فقط فإحنا بنحط الفورمات إنه zero two nine وهيك بالصفي، وراها إشارة البلاص إذا مش محددني عدد zero two nine ووراها إشارة البلاص لكن إذا بديها بعدد معين، إنها أرقام بحيث إنه تبدأ، بتكون ثلاثتاشر رقم أقل إشي، وماكسموم ستاش فهي تعني digit only between thirteen and sixteen digit long يعني دخلنا عشر بس عشر أرقام ما رح يزبط إذا خلنا عشرين رقم أو سبعتاشر رقم زيد عن الستاش برضو ما رح تزبط معنا في كتجة ربوها طبعا إنه الأفكار كلاتها طيب، الآن لو أنا بدي أحدد له بس بدي ثلاث أحرف contain only three letters no number or special character فهوان بحدد له هاي الأحرف أوكي، كم عددهم؟ عددهم فقط ثلاث فأنا بحط الثلاث مباشرة بدي خمس أحرف بحط خمسة بدون لا فاصلة ومحددش لحد أدنى ولا حد أعلى المثال الأخير أنا ما هنكمل للباقي فقط ما عطوا مطلوب منكم لغاية example seven هذا المثال فرضاً لو أنا بدي أعمل فورمات للإيميل أوكي؟ نعمل فورمات للإيميل لو بدي أجي أعمل فورمات للإيميل منعرف إنه الإيميل تبعنا مثلاً في أرقام مسموح لك أرقام مسموح لك حروف فهذا يعني إنه أنا مسموح لأحرف صغيرة مسموح ندخل أرقام dot مسموحة underscore مسموحة % مسموحة plus وال minus مسموحة إنها تكون بالإيميل أدرس تبعك أوكي؟ بعد هيك أحط إشارة البلاس معناته أنا هدول أكثر من حرف وجود البلاس ضروري أواش كتبنا البراكيت حطينا الفورمات اللي مطلوب منه إذا بدي فقط الإيميل يحتوي على أحرف صغيرة بحكي له من A to Z وبسكر وبحط البلاس بعديها طيب هل الإيميل يكتفي إنه بيكون في هاي الفورمات؟ لا لازم أكمل طيب بعد ما أكتب أنا أسمى مثلا أسمى dot ختم أيها توافقت مع هاي صح؟ بعديها لازم أحكي له at فأنا مباشرة أكتب الات بعد البلاس بحط الات at عشان الات تبعت الإيميل طيب at yahoo dot com أه كلمة ياهو أو كلمة جيميل أو أي إيميل at bau dot u dot jo مثلا الهاي اللي كلمة ياهو أنا حالي يمدي أسمح لأنه يدخل أرقام أو أحرف يلية بحط إشارة البلاس عشان ما يكون عندي only one character مسموح لأي عدد ياهو جوجل جيميل hotmail whatever بعديها بنحط dot طبعا هون حاطين إحنا slash dot slash dot تعني تذكروا إذا بدي ذكروا بـ C++ إذا بدي أرسم character معين كنا نحط slash quotation عشان يرسم لي ال quotation كما هي فهون أنا ما بدي يرسم لي ال quotation بدي يرسم لي dot عشان ما يفسرها إنها لأنها إلها معنى بال pattern dot اللي هي at yahoo dot com مثلا ها بنحط dot slash dot عشان يرسم لي dot طبعت الإيميل فإذا أنا ما حطيتش dot com أو dot jo رح يعطيني error فهون أنا بجبره إن أكتب لي dot لو شلنا ال slash برضو بتمشي الأمور بعد هيك بحكي له com, dot jo, dot gov فهي عبارة أغلبية بتكون أحرف small letter عشان هيك حطينا من A to Z وأقل ما في إشي dot g صح؟ أقل إشي بالعادة هاي بتكون حرفين حرفين وطالع dot gov, dot com, dot yahoo sorry, dot jo إلى آخر فخلينا نشوف هون رح أطبقها طبعا character followed by an at sign هي مجموعة من characters هدول هاي هوا حدز البلاس زي ما تعلمناهم ملحقين بال at وبعد ال at حطينا dot برضو مجموعها followed by more at followed by more character كدبنا characters لبعد ال at وبعد هدول بنحط إيش a dot and then a dot then add followed by more characters and then a dot بعد ال dot after the dot sign add at least letters from A to Z هاجي أجرب لكم إياه هون هاي الباترين تبعنا ها أخذوا كامل هاد هزا ايميل نعمل save لان دي أجي أكتب أسمى وأتوقف send مش مازبوط طيب أسمى dot ال dot مسموحة حسب حسب هدول هاي ها ال dot هاي ها موجودة مسموحة ندخل dot أحكي له أسمى dot com طيب بس وين المشكلة عنا؟ ال at لازم أكتب له ال at هاي كتبنا ال at طب أنا لو توقفت هون رح تمشي الأمور لا لسات هاي ما عطيني عطيني إنه كمل يلا أنا بدك لازم إيش تدخل email address لازم تكمل ال pattern هات كامل طب الآن مسموح لي capital ولا small فقط أحرف small وأرقام وال dot والهايفين لو أنا جيت كتبت yahoo capital رح يعطيني yahoo مثلا dot jo لسة عم بعطي sorry yahoo dot com لسة عم بعطي error وين error؟ ال error هون بال yahoo لأنه أنا مش مسموحة لأحرف كبيرة منحكي له يا هاي راح الإررر أوكي طيب لو أنا حدفت dot com يعني هاي الباترون هاي نكاتبها هاي أحرف small letter yahoo one two three one tool اللي برضو مقبولة لسة عم بستنى مني أكتب ال dot طينا ال dot وأقل إشي حرفين لو حطيت له com هاي مشيت الأمور حطيت له حرف واحد رجعها طائرر إذن كل واحدة فيهم بتخيلها كأنها شرط منفصل عن الثاني بازدمجناهم كلاتهم مع بعض يعطيكم العافية طبعا بقية بقية ال بقية ال examples هدول مش مطالبين فيهم أوكي لغاية example number seven thank you